السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبات وطالبات الصف الخامس الابتدائي بالمعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف برحباً ميكم في حلقة جديدة معكم مستر صبري يسين وهذه قناة special use تيوب قناة الشباب المتميز في هذه الحلقة بإذن الله نستعرض إجابات امتحان اليوم امتحان اللغة العربية والمواد الثقافية أتمنى تكونوا جاوبتوا كويس في الحلقة دي إن شاء الله هنراجع إلى إجابات مع بعض خليكم معي مطرحش أي مكان واستنوني بعد الإنترو ورجعت لكم مرة تانية وزي ما قلنا قبل الإنترو في الحلقة دي إن شاء الله هنراجع مع بعض إجابات امتحان اللغة العربية والمواد الثقافية يلا بينا نشوف كده مع بعض أولا اللغة العربية والمواد الثقافية أجب عن الأسئلة التالية أولا اللغة العربية إن أبناءنا قد شربوا مني لمصر وعاشوا في كنفها ووجدوا فيها السكينة والأمان ألف استخرج من العبارة السابقة جمعا واذكر مفرده الجمع هو كلمة أبناءنا ومفردها ابن تاني حاجة بيقول هات معنى كان فيها معنى كان فيها جانبها مضاد مضاد الأمان الخوف بعد كده بيقول أعرب ما تحته خط في العبارة السابقة بيقول عندي كلمة هنا من نيل مصر عاوزين نعرب من نيل مصر هي اللي تحتها خط من حرف جر نيل اسم مجرور بالكسرة مصر مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف بعد كده دال بيقول في دال إيه بقى قال تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هات معنى ولا تخزن معناها ولا تهنى ولا تفضحن جمع يوم أيام مفرد رسل رسول بعد كده بقول لي استخرج من الآية السابقة أسلوب نداء أسلوب نداء ربنا اللي هات كمان فعل أمر آتنا بيقول لي في هه ما لون الأشجار التي شاهدها عقلة الإصبع في قاع البحر بعضها الإجابة بعضها أخضر والآخر أصفر أو أحمر أو برتقالي أو أبيض ده بالنسبة لامتحان اللغة العربية يلا بينا دلوقتي مع بعض نشوف مادة الدراسات الاجتماعية بيقول ثانيا الدراسات الاجتماعية أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة في مكان النقط بيقول تعد الموارد الطبيعية منحة من نقط للإنسان تختلف نوعيتها وكميتها من مكان الآخر طبعا منحة من مين؟ من الله عز وجل اتنين بيقول أصبح أوكتافيوس نقط بعد وفاة يوليوس قيصر أصبح إيه؟ أصبح أوكتافيوس إمبراطور تلاتة تعتبر الخامات نقط والحيوانية والمعدنية ضرورية للصناعة الخامات بالضبط الزراعية رقم أربعة أقام الرومان والمسارح للاحتفال بالأعياد نقط وأعياد الإمبراطور للأعياد إيه؟ بالضبط الأعياد الدينية زي ما أنت جاوبتها كده بالضبط للأعياد الدينية بعد كده رقم خمسة تستخرج نقط من باطن الأرض قد تكون قريبة أو بعيدة عن سطح الأرض تستخرج إيه؟ بالضبط شاطرين المعادن يلا بينا بقى دلوقتي نراجع العلوم يلا بينا نشوف العلوم إيه اللي جايف العلوم معنا؟ بيقول ثالثا العلوم ألف اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد يسير الضوء في خطوط شاطرين مستقيمة سؤال سهل اتنين من أمثلة المخاليط السائلة صح عصير الليمون والماء ثلاثة خلط الضوء الأحمر والأخضر والأزرق يؤدي إلى الإحساس بالضوء بالضوء إيه؟ بالضبط بالضوء الأبيض بعد كده بيقول اكتب المصطلح العلمي لما يأتي واحد المنطقة المظلمة التي تتكون نتيجة سقوط الضوء على جسم المعتم برافو ده الظل بعد كده مواد تنجذب للمغناطيس أحسنت المواد المغناطيسية يلا بينا نشوف بقى مادة الرياضيات بيقول لي رابعا الرياضيات أكمل ما يلي تلاتة واثنين ألف تلاتة وستة وعشرين من مية كيلو متر بيسوي نقط متر هتحسبها تلاقيها طلعت معاك تلاتة تلاف متين وستين متر تلاتة تلاف متين وستين متر بعد كده بيه إذا كانت سين تقاطع صاد بيسوي صاد فإن صاد موقت سين فإن صاد جزئية من سين بعد كده بقول لي خارج قسمة تلاتين وتلاتة من عشر على تلاتة من عشر بيسوي بعد ما تحسبها تلاقيها طلعت معاك مية واحد بعد كده دال بيقول المسلف الذي قياسات زاوية 30 درجة وتسعين درجة وستين درجة بيسمى ايه صح قائم الزاوية بعد كده اي وطر يمر بمركز الدائرة يسمى نقط فيها يسمى ايه اللي بمر بالمركز يبقى القطرة يسمى قطرا فيها بعد كده بقول لي في الانجليش بقى خامسة اللغة الانجليزية choose the correct answer number one please نقط after me please ايه بالضبط repeat after me يعني كرر ورا مني قول ورايا يعني بعد كده number two بيقول في number two she نقط two stories طبعا ايه she listened to stories سهلا number three she brushed the cat and نقط her dress unwashed her dress لان الفعل اللي قبلها اللي هو brushed كان فعل ماضي والفعل اللي بعده لازم يجي برضو ماضي عشان يبقى السياق كله في الماضي بعد كده عندي number four don't forget to not at your bed الضبط to make your bed number five she didn't didn't بيجي بعدها ايه حلوين بيجي بعدها مصدر الفعل she didn't sweep the floor وبكده نكون انتهينا من مراجعة الاجابات بتاعة الامتحان اتمنى لكم التوفيق يا رب تجيبوا درجات كويسة ان شاء الله تفرحوا وتفرحوا اهباكو امهاتكو ياريت تشيروا الفيديو ده مع زبايلكو علشان هم كمان يتطمنوا على الاجاباتهم ولو دي اول مرة تشوفوني تشتركوا معاه في القناة واتفعل زر الجرس وما تنساش تضغط زر اللايك لان ده مفيد جدا ومهم جدا بالنسبة لي شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة